مستوى الخير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكونوا فيه صحة جيدة يا رب مساء الحب مساء الورد بالياسمين على اغلى و احلى حبيبات على قلبي اليوما روتين متنوع فيه وصفة توتا دابير على بلي بلي رح يعجبكم وصفت بزاف سهلين والبنة ما عندي ما نحكي لكم وضرت فيه واحد الكريتا ولا غير حتى غادتني عمري دمعة قريب ما جاتني توتفى صندوق تفهموا علاش اهنا رح ندير الفلون الفلون تعالى فاني على بنا بلي كاين شوكولة كاين فخازمي هذا تعالى فاني احنا نموتو عليه نحبوه بالبزاف من بلا كرامل يعني نحبوه مشي شرطكم فيه الكرامل وانتو ما قولوا لي ما دابية تخلوا لي في الكومنتار تقولوا لي وشنو هم الحاجات اللي ما تستغنوش عليهم في رمضان بلا ما تنسوا ذكر الولايات هكذا باش نشوف العادة بتاقليل بتاعكم كاين لوكن ما يحطوش هذا كل بوراك ما يحلالهم مش كاين كل واحد وكيفاش المهم ما دابية نعرف اهنا برك حبيت نعطيكم استوس هذا الكرامل ديروها في الفيغين وحطوها في كونجيلاتور باش من بعد ديرو الفلون هكذا كيت قلبوه ايجيكم هايل اهنا بالنسبة اللي عجينا عندي سبع مغارف تاع الزيت نص مغارفة تاع الملح نص مغارفة تاع خميرة الخبز نص باكي تاع لاليوفيق شيميك نص مغارفة كبيرة تاع السكر عندي سافار نصحقوه امبات وعندي حبات تاع البايات تاع كما قولوه تاع ولاد الجج نصحقوها دو كاف لابات واربع كيسان تاع فارينا مع كاس تاع الحليب دافي قلوه البنات هادي لابات محبيتش نهدر لكم كيكو تنهدر لكم فليز انقريديون على بلي بلي باش ما تتلفليش ما معنا هادي لابات يا البنات بزف بزف بنينة جيه هيلة وش حبيتو تشكلو بها تقدرو تشكلو بها باركي ماشتو كرمة الزيت نبسسها ملح ملح مع الفارينا من بعد نرمي كامل مكونات اعلى مرة ونعجنها شوية هادا مكن ونخليها تريح واحد نص ساعة تحبو تديرو بيها ليبتيب تحبو تديرو بيها ليبتيبان سالي بيانسور تحبو تديرو بيها الكخواسان تحبو تديرو بيها الميني بيتزا تحبو تديرو بيها اي فطائر زي ما نقولو فطائر كوفا ولا بيتزا كوفا ولا اي حاجة تقدرو تستعملوها اتجيكم كل حسانة اون بلس اتجي تقرمش وفي نفس الوقت اطرية من الداخل يعني هادي لابات على بلي بلي رح تنفحكم في هادا رمضان تسييوها وان شاء الله ما تندموش عليها باد معجنتها ملح ملح واحد زوج دقائق ولا ثلاثة يعني مشي حاجة بعد نكورها على هادا الشكل ونخليها تخمر لعجينا ما تجي طرية بزاف ما تجي يبسا بزاف شحال استعملت الحليب درت كاس وزيت هادا النص يعني كاس ونص تاع حليب بالنسبة للحشو حبيت اليوم يكون حشو يعني اقتصادي درت زوج حبيبات تاع البصل من بعد خليت حبيبات سحقتها درت حبيبات تاع الطماطش حبيبات تاع الفلفل وزوج حبيبات تاع الحار فالا ونقطعهم كامل دي بتيدي ومبعد ندلهم غير شوية تاع الزيت شوية تاع الملح تتفاصل الحشو يقعد اختياري وش حبيتو تديرو تقضو تديرو درت واحد تلت سنينة تحتم بشي يعطي بنا بنينا ويجيكم هاي لا هادا ساختو انا كان عندي شوية كما اقولو جاج اشي حطيتو كي هداك المره طيب تبا هيقعد لي حطيتو في كونجيلات ويجبتو سينو كنت حانديرها هاكدك نلحم نيجاج اذا ما ادرتو نلحم نيجاج معا هاداك البصل كي ديروزو سنينة تاعتو مولا ثلاثة وذوزنوا هامل الحرحة تجيكم البنينا ويجيكم هاي لا حطيت كلش علام مره ساختو المره الخدامة لمسكينة تخدم فالدرو برا ولا غريحل كما اقولوا كي طيب راهي كما اقولوا راهي مليحة درت شوية عكري شوية رس الحانود شوية فلفل كحل وشوية تع الملح وكما قلت لكم كان عندي جج اشي واحد المغير فهكدك حطيتهم معهم زيت لهم شوية تعزيت وحطيتهم يتقلوا في المقلع برك نخليهم يتقلوا شوفوا كيفشان ينمع سمنح في هذا كل الجج ونخلط كامل الخضراء اللي حطيتها ونزيد لها شوية تعزيتها لحطي واحد البنة اجيكم هايلا ونخليهم يتقلوا اعلى نار قليلة نجيها واحد دخال كامل راهي جمدت لي الفلان ديالي عهواجد نحطهم في ليفيرين ونحطهم في الفخيجي داغ ونكلوهم في السهرة تقدرو مام تقلبوهم نبعد ديرو لهم شوية تعليف خاز ولا البانان ولا وش كان عندكم يعني اي حاجة تقدو تديروها الشكل يجي بزاف هايلا وعلاش هديك الكامل راهي جمدت سافيكي نحطوا الفلو مع راحاش تتخلطنا الفلو مع الكامل وتعطينا نتيجات بزاف بزاف هايلا غطيتهم بابي سيلوفان وندخلهم ديراكتونو اللي فخيجي داغ يبردو فالا وهناي الحشو تاعي راهود بالمليح دو كا نغطيهم على اول ما غطيتوش بش ما يتلقليش المتاعو كي خليتو يتقل المليح مليح باش نغطيه من جيها واحد اخرى في كوكوطا نحب نطيف الكوكوطا سوقتو كي ندير الحم باش نضمن باللي الحم تاعي يجيني طايب زبدة نكرا هنطيب هكذا ونبع الحم تاعي يجيني عاصي ما نحبش نحب الحم يطيب علاقاني هناكو تحان دير هاداك الكويس مي قولتو نو الجاج يطول باش يطيب مي كما قولو الحم يطول باش يطيب مي الجاج ما فيه شراح خليت الحم تاعي يتقل المليح من الفوق ومن تحته وبدات هديك الريحات على الحم تخرج الله الله التما حطيت هاداك الكويس تاعي الجاج تقضو تستغنو عليهم كم تقضو تديرو يعني كما حبيتو ارمي تحبيبها تاعي البصل ونخليهم يزيدو يتقلو المليح وفالا هنا عندي ملح فلفل لكحل وشوية تاعي القرفة هادا ما كان زيت خليتهم يتقلو شوية ودرت لهم شوية تاعي المعدنوس ونغطي عليهم من جيه واحد اخرى حتى اتقلت مليح منيح كما كنتشوفو البصل دهب والجاج تخلو الطياب اهنا نرمي الحميسة والمرق دايما ما نحبش المرق حتى المرقة جيني شورورو المرق قس قس واغطيت عليهم عاوتو اللي تلابات ديالي كما راكو شوفو طلعت شدة روحها هايلا فالا نقلبها على هادا الشكل بيش نقدر نقسمها واجيني القسمة التحاسد اهلا انا راح ندير تلت اشكال اشكال ويدا كنتي راح تديري شكل واحد تقديري تخليها يعني دائرة كونتلي اهنا نعاود نكورها مليح مليح ونسوديها مليح من تحتها علي بلكم بليها قدر راح تزيد تريح وتعطينا نتيجة مليحة فالا ومن بعد وش ندير الكوايرة اللي راح نستعملها نخليها بجيه سينة والاخرين نغطيهم هادي العجينة تجيكم بزف هايلا تجيكم مرطيت بها ساعدكم في الخدمة تجيه هايلا اهنا رشيت البلاندو تخافي تاعي بشوية فارينة من بعد نحط هاديك العجينة ونفتحها الشكل الاول حبيت ندير دي مينيك خواسان بحشو بزف بنين شوفو كيفاش ندير لهم فالا نسيه كيفاش نخليها شكل دائري بش لا فهم تاع الكواسان تاعي يجيني الشباب سهلا هدي العجينة تلعبوا بها كيما رانا يقولكم لعبت رفدوها كيما حبيتو ما تتقطع ما تتفتح وتساعدكم في الخدمة هايضا كيفا كي كنت نفتح ندي ونجيب ندي ونجيب حتى شكلت شكل دائري من بعد بش نقسم لي منيك خواسان تاعي ندير عملية زائد من بعد كل مرسو نقسمو كيما راكو تشوفو بهاد الشكل نتحصل على موتلت كل موتلت نزيد نقسمو على زوج فالا ونزيد هاد الموتلت نقسمو على زوج كيما راكو تشوفو حاجة بزف بزف سهلة من بعد هادو الموتلتات نعاود نقسمهم على زوج يعني راني حابة دي منيك خواسان صغاور من بعد شوفو شاني ندير فتحة ملفوقة هكدا بشكين شكل الكخواسان تاعي يدور لي ويجي شكل تاعو بزف شباب الحشو الاول اللي راح نديرو فورماج بزعتر مشي زعتر الزعتر البري اللي حتطيب بنا على بنا بزف هيل وفيه لي فيتامين بزف هيلين خسارة صارتلي الكاريتة اللي صارتلي دوك تفهمو وشنو هي الكاريتة نخليكم فادي الافيديو تعرفو غادوني 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 المهم درت شوية تاع زعتر حاك دارنا نحب زعتر فيه واحد اللي بنا بزف هيل سو خطو في المعجنات في الججوين حبيتو تقضو تديرها طريقة تاع التشكيل عرا هي بزار سهلة شتو ديك الفتحالي درناها نحكمو يعني هدوك زود زحكت نقعدو ندورو فيهم شوفو اهنا خسارة ما كنتو نشوف فلاكم بلي ماراني شنبان مليح مليح ندورهم وادوك القرينات نحكمهم مليح بشهم بعد ندورهم وفي نفس الوقت نغلقهم بهاد الشكل وهكدا تحصلت على مينيك خواسون؟ شباب مكش ما اسهل منو والحشوي قعد اختياري مين نصحكم لي مينيك خواسون؟ ديروهم بالفرماج ولا ديروهم بالفرماج والزعتر اذا كنتو تحبوه سينو ديروهم غير بالفرماج يجو هكدا القيمة تصغاور مع الشربة ولا البويون ولا الحريرة ينتكلو تمتم ويجو ابنان ندهنهم بعدك السافر ليزتلو شوية تاع الحليب بش يجيني خفيف ونحطهم بجيها واحد الخمس دقايق باش ندخلهم للفوق نضيب عليهم من تحته من بعد نشعل عليهم من الفوقه سينو دكا راح ندير معاكم ليبتيبان اللي كنت سييتهم معاكم لابارتاجيتهم معاكم اللي عم ليفت وكاين بزاف لسيوهم بارك درتلكم لابات مختلفة بيان سيغ وهنا الحشو هادك اللي تايبنا فالانسي نفتح العجينتاي على شكل مستاطل شوفو ندير بالحلال ونبعد ندير بيدي المهم حتى نشكل شكل مستاطل نعمرها كامل بالفخوماج تقدو تديرو اي حاجة تحبوها تقدو تديروها تقدو تديرو شيداخ تقدو تديرو جغياخ تقدو تديرو جبن مربعات يعني كاما حبيتي والحشو يقعد دايما اختياري حبطيت هذي كلها فخص اللي جدت بنينا جدت هيلة من بعد نغلق هذا المستاطل نغلق واحدة على هذا الشكل ونعاون نغلق الدزيام من بعد نقلب العجينة باش الجيهة التحتانية هي اللي جي فيها زوج طبقات والجيهة الفقانية جي فيها غير طبقات ارقيقة هكذا باش طيب النامليح ويجي اهيلة نقسم باش حبيتي انا كيلت بهادي اللي راكو تشوفو بها وانتي اي حاجة حبيتي تكيلي بها تقدري تكيلي بها والبتي فتعنا راهم واجدين شوفو كيفاش يجو لازم نديرو لاتومات هي اللولة قبل ما ندهنو بالبيد على بلكم لو كان ندهنو بالبيد تقعد ديك اللي بنا تح البيد لتما وما تجيكمش بنا بسكلا تومات راح تطلق المدية لها سافي هنا ندهنو غير هادوك الاطراف هادا ما كان باش يتحمرو وطيبو وتروح لهم كامل ريحة البيد بس كانا ما نقدش ناكلها وكان نشم فيها ريحة البيد وهنا راح ندلكم ديميني متلاتات ايجو حارين لعشاق الحار والهريسة هادو راح يعجبوكم وعلى بالي بالي تولو ما تستغنوش عليهم درت كونتيتي مليحات على الهريسة من بعد حطيت هادو كلافاخس لي عندي ونشكلها على شكل حربوش فالا ندور الدورة اللولة ونزيد الدورة التانية بلا منسا نسوديها مليح مليح فالا ودكا نقطحها تقطعوها بالموس يعني انتو ما شوفو الحاجة اللي تساعدكم ندهنها بولاد الجاج كامل هادو من بعد نقطحها متلاتات ما نرحش نقطحها متلات كي ما شكل متلات الحقيقي بس كوم بعد هديك الحافة تاعو يعني الحافة تاعو تاع المتلات راح تتفتح هاكدا كي نقسموها على هدا الشكل هاكدا ما راحاش يتفتحو يعني نخلوها شوية عريدة من الفوق فالا ودكا احا نكملو في تاجين ممو في حجر ممو هدا طبق عاصمي ومشهور بلي بزاف درت حبيبه تاع السافر شوية تاع معدنوس كان عندي طرف تاع الخبز شما خطوف شوية حليب ولا تقدو وديرو لاشا بلغ والمعدنوس ملح فلفل لكحل ونعجنها تخي تخيبية حتي يتخلط كامل هادو كل مكونات اللي درناهم كنت غليت حبيبه تاع ولاد الجاج من بعد نغلفهم كامل بهدي كلافيون داشي يشوفوا الطريقة رهي بزاف سهله واشنو ديروهم شوية خشان اللحم هادك المكف تديرو خشين باش من بعد ما يتفتحوا لكمش فلاسوس ونحطهم وخليهم يطيبو ودكا حبيت ندير سلطة خفيفة ضريفة هي سلطة الفرماج انا كان عندي هي تجيب الموزاريلا والطوماتيش هدا ما كان مي انا كان عندي شوية فرماج وش درتو يعني انتي وما حبيتي المهمتي الحاجة اللي تحبيها وتحبي تاكلها تقدري تديريها درت حبيبه صغيرة ودرت لهم الزعتن تقدروا زعيترة تقدروا النعناع مع شوية تمعسوه مع شوية تعزيت الزيتون يعني كما حبيتوا بلا ما نديرو لها الملح بسك الفرماج مالح ودرت لها شوية تعزيت الزيتون جي هايلا وفالا هدي هي الاسوس كيفاش جهت وهنا هي الشريبة دي النارة هي وجدة وطاجين من هو في حجر جايشة كيما قولكم كيم ماركوا تشوفوا جا بزاف بزاف هايلا وهديك الملايقة عويقده شاهدكم فلجنة ان شاء الله اللهم دمها نعمة على الجميع وحفظها من الزوال يا رب العالمين شو يا زيتون شو يا كورنيشون انحبل مرقد فوق الميدا شلدة تعي رهي واجدة وهدو كليب تيبان كيمارا كوتشوفو فيهم جوئي شهو حمي مرين الله الله وطيبين من تحتها ومن فوقها هدي هي الطاولة تعيتها اليوم وشوفو الكاريتة اللي درتها الكخوة سنتعي كامل تحرق لي واللغري شوفو ماشي غادني ماشي سعما تقولو زعفت على جلك خواسا ولا نعم تربي ميبسا انا كنت حبا نحطها فوق الطابلة الله غالب ما كتبتش دقيقة لخرى توخضلي من فوقها كيمارا كوتشوفو التحرق بسح انا ملاغي كليت منو بسكو على شغير هدي الطبقة الفوقانية هي اللي هي محروقة كيماش تفتحت لكم الداخل ماشي محروق ممل تحتها طيب جزت جزت الله غالب ساعة لساعة تصارى نديقة ونحرقوا حاجة انا هدي هي الحاجة اللولة اللي حلقتها مدابية لتحت تدخلوا لي ادارك وتحرقوا ولا لا لا يلكش ما صارت لكم ديقة ان شاء الله ما تصارى لكم حتى حاجة عبو على يا ربي وهدو هم المتلتات لي وجدو شاهدكم في جنة ومع السلامة اشتركوا في القناة